بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الماد فإن أمة الإسلام أمة واحدة يربط بينهم رابط الأخوة قال تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء إخوة الأحبة باسمكم جميعا وباسم الدعوة السلفية نرحب بكوكبة من علماء كينيا من علماء الدعوة السلفية أشكر الإخوة في الدعوة السلفية من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله ثم لا يخفى شكرنا لما تبدله الدعوة السلفية من جهود أعني بذلك الدعوة السلفية في مصر عموما وفي هذه الجهة في الإسكندرية خصوصا ما تبدله على المستويات المختلفة وكم كانت آلامنا كثيرة وأحزاننا طويلة على ما كان المسلمون في مصر على العموم والدعاة إلى الله فيها على الخصوص ما كانوا يعانونه من عقود طويلة من تشريد وتعذيب وسجن وتخطيب وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون حدث قرية بأكملها دخلت في الإسلام فذهب العلماء وبنوا له ما شاء الله يعني مساجد ومدارس ويعني بعثنا لهم يعني دعاة أرى أن هذا اللقاء من المبشرات والإرهاصات التي تبشرنا بخير وبقرب النصر والتمكين أرى من خلال هذه الكلمات أن الحواجزة بدأت تتكسر وأن العقبات بدأت تتساقط وأن الأمة بدأت تسير في طريقها لتحقق الأمل المنشود مثل المؤمنين في ثوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظنئث ولا تجسسون ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله توباب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي إلاه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين أيها الأحبة الكرام أهلا ومرحبا بكم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا نسأل الله عز وجل في عليائه أن يجعل هذه الخطى وهذه الكلمات في ميزان الحسنات اللهم آمين أرحب باسمكم بمشيخنا وعلمائنا في هذه البلدة المباركة في الأسكندرية بل في العالم كله وأرحب باسم الجميع بأضيافنا الذين أتوا من أماكن بعيدة ما أتوا إلا محبة في الله عز وجل جمعنا بهم الأخوة في الله تبارك وتعالى أمة واحدة هذا هو عنوان لقائنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى أيها الإحبات الكرام على اختلاف الألسنة واختلاف الألوان واختلاف الأجناس واختلاف الأقاليم واختلاف الطبقات جعلنا الله عز وجل أمة واحدة هذه حقيقة يجب أن يعيها كل مسلم أن الله عز وجل جعلنا أمة واحدة المسلمون سواء كانوا في المشرق أو في المغرب في الشمال أو في الجنوب سواء كانوا عربا أو عجما فرسا أو هنودا سواء كانوا أتراكا أو أثغانا سواء كانوا أثارقة أو مصريين أو غير ذلك أيا كانت أقالمهم أيا كانت ألوانهم بيضا أو سودا أو سفرا أيا كانت لغاتهم وألسنتهم المسلمون حيثما كانوا كانوا أمة واحدة أمة واحدة عنوان لقائنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى أول ما نبدأ به من الفقرات هو تقرير عن هذه الأمة الواحدة وما هو شعور أبناء هذه الأمة لإخوانهم في مشارق الأرض ومغاربها فاسمعوا إلى هذا التقرير المسلمين يجب أن يكون متابع لأحبال المسلمين في كل مكان ما الذي سمعته عن مشاكل المسلمين في أفريقيا والعالم؟ أفريقيا كانت بتاعتنا إجارية المذابع التي تعرض لها المسلمين هنا كانت مفزعة جدا وسوريا كمان يعني تابع أفريقيا بردو سوريا الوضع اللي بحث في سوريا رهيب بردو بصراحة يعني محزن والله هو في مثلا من دولة زي السومال فيه طبعا مشاكل ومجاعات ومشاكل كده يعني عندهم صحية والله الحياة المسلمين في أفريقيا وفي العالم عامة سيئ جدا وده واضح من خلال نظرتي مثلا من المواقع مثلا اللي بنشوفها على النت بر مصر والله يوم اللي كانوا في مصر روح يعني لنساعدة سوريا على أن بشار تقل في الأرض وتجبر وقتل الجميع المسلمين كتار يعني الله نامل وكيد فيه والله اللحظ بنا نامل كيد آلاف حضانات أطفال في الحضانات آلاف مكتولين من آلاف من آلاف كده ناس عمد أنا سمعت المساكل كدير جدا بس الصراحة يعني بنفسنا أن نعملوا حاجة أن نساعدوا الناس دي وفيه سمعنا عن الأحداث اللي في سوريا وفي الصين وفي دول العربية ولكن ده إن شاء الله هيكون خير يعني الأحداث اللي في السودان دي برضا كان ده يعتبر تخطيط من من إسرائيل ومن دول الغرب اللي تمكر بالإسلام اللي هي تقسيم دول العربية وتقسيم دول إسلامية بالذات ولكن إن شاء الله برضا خيرا الحمد لله الرابع العربي إن شاء الله قادم وإن شاء الله الإسلام والقادم بقوة إن شاء الله كمسلم مصري النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا المؤمنين في تودهم وترحومهم وتعطوهم كمثلا الجسد الواحد فكتحقيقة للجسد الواحد إيه اللي مفرود المسلم المصري اللي زيك وزيه يعمله لمساعدة إخوهم والله وإحنا بنحاول وكتير قوي من جماعات المسلمين نهوت يعني حتى مساعدة بتاعة الصمال والتبرعات والتبرعات كانت لصالح سوريا والناجرية بس إحنا نحتاجين إن إحنا نفعل دورنا أكتر حتى التفعيل الدور دي عندنا مش موجود إحنا بس يعني بندعي بنتبرع لكن المفروض يكون فيه في زيورات للعلماء يكون هم مثلا يروحوا هناك يبعاتوا رسائل يعملوا لقاءات يعني للتوعيان كتير مننا إحنا كشباب أساسا مش حاسس باللي بيحصل أصلا وممكن مش عارفوا أصلا فالمفروض علينا يعني وعالمسلمين إن إحنا نعتني بيهم يعني ونبعت لهم معونات وكده يعني الله هي بس ربنا سبحانه وتعالى الكلمة يعني يعني بسم الله الرحمن وأعتصهم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يعني هي أعتصهم لابد إن إحنا كلنا بإيده واحدة يعني المسلم المسلم كالبنين نشد بعضو البعض عندنا طبعا في مصر أكبر منارة إسلامية في العالم طبعا هي الأظهر لازم الأظهر طبعا يتلع نشواته في ناس زي ما كان بيطلع لأول بعثات للعالم كله والناس كلها تفهم منها والناس بها يعني هو الأظهر ده أظهر أكيد يعني والمفروض علينا بقى اللي إحنا يعني الأصح يعني أنا شايفه اللي إحنا نعمله ممكن مش هنقول وقفة تجاجية للمواقف دي المواقف فعلا مؤسفة بس هنقول على أقل مثلا يكون في كلمة للرجل مسؤول كبير عندنا في بلدنا يتكلم ويقول مثلا أن دي ناس مظلومة فيها ونس من حقها أن هي الطالب بحقوها وأن احنا برضو نطالب بحقوهم أن دول مسلمين زينا وما يدور في بلاد المسلمين إنما هي حرب عقائدية يريد استئصال شوكة الإسلام كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة لذا فالواجب على الإسلام والمسلمين أن يتحدوا وأن يعتاصموا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقف مع هؤلاء السموليين أو الأفريقين أو المسلمين في عمتا وليس الأفريقين فقط وأننا نتكلم على دعم الأخوة السموليين والمسلمين جميعا لأننا ده أحوالنا وده مسلمين زينا زيهم لابد أن ندعمهم ولو تلاحظ جميع الشباب عمتا أنا أكلم أني مثلا أمثل مثلا من ضمن الشباب اللي الشباب لو فتح الحدود سيروح البادر وإحنا لو فيه جهاد ولكن إحنا لا نأمل أن الحاكم عمتا فيه مانعا دلوقتي ولكن إحنا لا نأمل أن الدعاء حاليا ولو فيه مساعدات مثلا مادية ولكن الدعاء السلاح بطار يعني الدعاء ده وفيه عندنا فيه مفتاح في النصف الأخير من الليل فالإنسان ممكن لو في قيام ديل لو رقعتين يدى الله سبحانه وتعالى بإخلاص يفتح الله سبحانه وتعالى على الإسلام كله عمتا في صحيح مسلم عن النعمال بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عض تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وفي الصحيحين عن أبي موسى لاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعي أمة واحدة حول هذا العنوان مع فقرة مزدوجة لاثنين من أبناء دعوتنا المباركة الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر الحمد لله ما تراجع الباطل وتقهقر الحمد لله ما سال نبع الماء وتفجر الحمد لله ما طلع صبح وأسفر والصلاة والسلام على النبي المطهر ما صار سفين للحق وأبحر وما على نجم في السماء وأبهر وعلى آله وصحبه خير أهل ومعشر أما بعد فإن أمة الإسلام أمة واحدة يربط بينهم رابط الأخوة قال تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فإن مفهوم أمة واحدة يفتح الباب لكل مسلم للشعور بالأخوة في كل أنحاء الأرض وما أجمله من شعور أن تشعر أن كل مسلم على وجه الأرض هو أخ لنا له من الحقوق ما لنا وعليه من الواجبات ما علينا من أي بقعة كان ومن أي شعب أو لغة كان ما دام على عقده بالإسلام فإن أمة واحدة تعني رفع كل الحواجز والعوائق الأرضية والموانع والحدود الجغرافية ورحم الله الشاعر الذي قال يا أخ المسلم في كل مكان وبلد أنت مني وأنا منك كروح في جسد فإن هذا المفهوم ينطلق من أصص عقدية فالمؤمنون والمؤمنات في كل أنحاء الأرض ربهم واحد ورسولهم واحد وكتابهم واحد وقبلتهم واحدة فهم كالجسد الواحد الذي تسكنه روح واحدة ويديره عقل واحد وله تطلعات وأهداف واحدة فقد قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمد وهذا الشعور نعمة من الله عز وجل تستوجب الشكر فقد قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فقد جعل الله تعالى هذا الشعور شعور الجسد الواحد منحة إلهية ونفحة ربانية يهبها الله تعالى للمخلصين الصادقين يمح بها الأحقاد الجاهلية ويزيل بها البغضاء والحدود فتتوحد القلوب وتتآلف النفوس على منهج الله والعقيدة الواحدة قال تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ولابد أن تعلم أخي الحبيب أنه لا يكفي أن يعرف الإنسان قيمة الأخوة الإيمانية وقدر الوحدة الإسلامية ثم هو لا يتحرك في الاتجاه الذي يحقق هذه الوحدة ويكتفي بمطالبة الآخرين لابد من منهج إيماني لتحقيق معاني الوحدة الإسلامية وأن تتحقق بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام فهذا هو المنهج الذي رضي به ربنا ويلتأم به شملنا وتتوحد به كلمتنا حتى لو تعددت مذاهبنا وتباعدت بلداننا فنحن أمة واحدة وجسد واحد وبيننا أخوة إيمانية وهذه الأخوة لها مقتضيات فمن مقتضياتها حب الخير لجميع المسلمين وأن تحب لهم ما تحب لنفسك وأن تحسن الظن بهم وتلتمس الأعظار لهم ومنها نصرة المظلوم وتوقير الكبير والعطف على الصغير والتألم لآلامهم فكم من المسلمين مظلوم يسفك دمه وينتهك عرضه وتأخذ أمواله فإن لم تستطع نصرته إلا بالدعاء له والألم لألمه والشفقة عليه والرقة لحاله ولم تفعل فلن تخلو من الإثم فمن نظر إلى هذه الحقوق وعلم أنه مكلف بها وأنه يتوجه إليه الخطاب قبل غيره سعى في إقامة الأخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية فكل مرئ بما كسب رهين فإن لم تكن بانيا لقلاع الأخوة فلا تكن هادما لها فلأقل من أن تدعو دعوات صالحات عسى ربنا أن يؤلف بين قلوبنا ويوحد صفوفنا فارفع أكف الضراعة وتحيا أوقات الإجابة وألح على الله بالطلب ولا تتعجل وقد كان عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء فإن العبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن دورك عظيم في تحقيق معنى الأمة الواحدة فتحمل الأمانة واستعن بالله ولا تعجز وقل وعجلت إليك ربي لترضى وفقنا الله وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المسلمين وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين أيها الأحبة الكرام مع أول فقارات هذا اللقاء الطيب المبارك مع كلمة ترحيب نيابة عن إدارة الدعوة السلفية في الأسكندرية فضيلة الشيخ المربي الشيخ سعيد حمد فريد تفضى المشكور الشيخ سعيد حمد فريد تفضى المشكور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشأل أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشأل أن محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان واختفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعده أيها الإخوة الأحبة باسمكم جميعا وباسم الدعوة السلفية نرحب بكوكبة من علماء كينيا من علماء الدعوة السلفية قابلناهم في كينيا وتحركوا معنا إلى حدود الصومال لإغاثة إخواننا في معسكرات داداب وتزولنا معهم في أنحاء البلاد وأفسحوا لنا صدورهم ومساجدهم لنشر دعوة الحق فجزاهم الله خيرا المشايخ الكبار الشيخ محمد عبد الأمل والدكتور محمد عثمان والدكتور السوداني والشيخ السوداني والشيخ عبد الرزاق نحييهم ونقول لهم طبتم وطب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ونقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا وأنتم في بلدكم فنحن كما سمعنا أبناء أنا يتحدثون عن الأمة الواحدة التي تنبض وتتحرك الآن والتي خرجت من القمقم كالمارد كنت أسافر في وسط فبراير إلى دعوتي في أوروبا في النمسا وألمانيا فقامت ثروة ليبيا فاتصلت بابني أين أنت قال أنا بالإسكندرية قلت له هذا ليس مكانك الآن اذهب وحدثني من على هضبة السلوم ومعك إخوانك من طب الإسكندرية فسافر وبعد 14 ساعة كلمني من بلدة مساعد ومعه الدكتور طارق فهيم والدكتور أحمد قريعي وكوكبه من الأطباء لنجدة إخوانين في ليبيا ووصلوا حتى إلى مرمى النيران في إجدابيا ومصراطة وكان يجرون عمليات الجراحية وتضميد الجرحة ثم بعد أن عدت التحقت بإخواني في القافلة الثامنة من قوافل الإغاثة التي كانت يجمعها إخوانكم من أنحاء الدلتة ومن هنا من العمرية ومن الضبع ومن مطروح لتنطلق إلى ليبيا ووصل عدد القوافل إلى فوق من عشر قوافل بمجموع ما يزيد عن ثلاث ألف طن من الغذاء ولبن الأطفال والدواء وأعطينا محضرات وجوالات في ميادين الشهداء في البيضة وفي بن غازي لنعلم إخواننا في ليبيا أننا أمة واحدة وكنا نقول بلغة إخواننا قالوا لعمر حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر وقلنا لمدمر الذي أهلك الله عز وجل كما سوف يولك بقية الطاغود أو الطواغيد بإذن الله عز وجل قلنا لو حكمت فظلمت فقتلت فانكلبت يا مدمر وخذنا نردد وإخوانكم مرددون ونصنعوا هكذا مدمر يا راعي البقر الشعب الليبي تم حر مدمر يا راعي البقر الشعب الليبي تم حر لكي ترتفع الصيحات في السماء ويعلم إخواننا في ليبيا أن إخوانهم في مصر ينشدون هلك هذا الذي أهلك الله عز وجل وقلنا لهم اصنعوا كما قال قار لرجلان من الذين خافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتمه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ادخلوا عليه وعليهم باب العزيزية فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين كان هذا في مارس ودخل الأبطال عليه باب العزيزية رجال يخافون الله عز وجل صدقوا معهد الله عليه حتى أهلك الله هذا الطاغية وأزاح هذا الطغيان كما أزاح هذا الطغيان من قبل على صدر الجاتم على صدر تونس وعلى صدر ليبيا ونسأل الله أن يزيح الطغيان وطواغيت سوريا بإذن ربنا عز وجل ونسأل الله أن يهلك طاغية سوريا وزبانية سوريا اللهم أهلكم كما أهلكت من سبقهم يا رب العالمين هذا أمر يستوجب شكر الله عز وجل وذكره هذا ما يريد الله عز وجل ماذا يريد الله قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعيفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض فهذا هو التمكين للمستضافين الله عز وجل هذا ما يريد الله تعالى أن يمكن لكم عباد الله في الأرض ونوري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ماذا يريدون ماذا يريد الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وظنت السيدة عائشة أن هذا الظهور لهذا الدين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فأعلمها النبي أن هذا في آخر الزمان وهذه مقدمة الظهور قد بدت واضحة وقد أشرقت شمسها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي اليمنها وقال عليه الصلاة والسلام مقسما والله لو تمن الله هذا الأمر ولا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار وما من بيت وبر ولا مدر إلا دخل فيه الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل فالإسلام سوف يدخل في كل مكان فيه وبر بيت شعر أو مدر بيت حضر سوف ينتصر الإسلام وينتشر الإسلام وها هي مقدمات النصر قد بدت واضحة وهذا دين الله عز وجل قادم وقدر الله غالب والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا أعلمون يريدون أن يفرقوا الأمة ولا يمكنهم أن يفرقوها بل هي أمة واحدة كما قال الله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون يريدون التفريقاء يريدون التمزيقاء يريدون هزيمتها ويأبى الله يريدون أن يطفئنون الله بأفوائهم ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وسوف يتتحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم كما تحقق أولها سيتحقق آخرها من علامات النبوة ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال سوف تفتح القسطنطينية ورومية فسؤل النبي صلى الله عليه وسلم القسطنطينية أولا أم رومية فقال عليه الصلاة والسلام القسطنطينية أولا بلد هرق فتحت على يد محمد الفاتح العثماني وكانت خلافة إسلامية أكثر من ستة قرون وكانت تسمى في الأول القسطنطينية ثم أصبحت الأستانة عاصمة الخلافة وتحولت إلى إسلامبول يعني مدينة الإسلام والآن تسمى إسطنبول مدينة في تركيا نصفها في آسيا ونصفها في أوروبا ويفرق بين الجزئين ممر وبحر يتحرك فيه السفن فيه آيات بينات هذه المدينة فيها آثار من آثار النبي صلى الله عليه وسلم وفيها بيان لعز الإسلام أمام أن كانت خلافة عثمانية كما فتحت القسطنطينية والله الذي لا إله إلا هو كما قال تعالى ما ظل صاحبكم وما غواء وما ينطق عن الهواء إنه إلا وحميوها والله الذي لا إله إلا هو كما فتحت القسطنطينية وتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم سوف تفتح روميا والله سوف تفتح روم معقل الفاتيكان وسوف يدخلها المسلمون هم أرادوا أن يجعلوا قطبا واحدا في السياسة والاقتصاد هذا القطب الأوحد هو أمريكا ومن معها من هؤلاء الحلفاء ويرودون قطبا واحدا في الديانة هي ديانتهم ورأس هذا المكر الفاتيكان واتدح الفاتيكان مع الأمريكان هؤلاء يريدون أن يسيطروا على العالم الاقتصاد والسياسة والفكر والثقافة والحضارة البالية الحضارة العفنة وهؤلاء يريدون السيطرة ويقولون أنهم سوف يحولون العالم كلهم إلى النصرانية وقد خاب فألهم وها هو معقلهم بإذن الله سوف يفتح بإذن الله على أيدي جند الله وسوف تتحقق نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآن الإسلام ينتشر وينتشر وينتشر ولولا ضيقوا الوقت لحكينا لكم الكثير والكثير الدعوة السلفية الآن تتابع العمل فيما يزيد عن خمس عشرة دولة في إفريقيا بفضل الله تتابع العمل في أغندا وفي نيروبي وفي بورندي وفي رواندا وفي الكونغو وفي بنين وفي غانا وفي النيجر وفي غنيا كونكري وفي 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 بفضل الله وأسلم الكثير أسلم الآلاف في رحلة واحدة في نوفمبر كان أربعة من شبابكم منهم أخوكم أو ابنكم سعد موسى العجرمي سنجري وكان معه شاب من طنطة اسمه محمد سمير وطبيب وأخ يعني عنده فك والله أسلم على أيديهم ألف ألف خلال خمستاشر يوم في بنين ذهبت إليهم في نهاية يناير وطفت في هذه القرى فإذا بالألف الآن يزيد عن ألفين وأسلم معنا بفضل الله في هذا المكان هذه الأماكن وفي غيرها في شمال بنين وغيرها ما يزيد عن الألفين ورأبنا إلى ملاوي وإلى مزنبيق وتركنا لنا أسد من أسود الإسلام وطفت القرى التي تحرك فيها وكفلنا فيها دعاة محليين وفوق من عشرين قرية الآن نتابع العمل فيها يزيد عدد آل الإسلام فيها عن أربعة آلاف هنا هيك عم من أسلم في الكونغو في أغندا في أغندا وحدها أسلم على يد ابننا سعد موسى حول الأربعمائة في أقل من ثمانين يوما الإسلام ينتشر هم قالوا الخطة المكملة في عام واحد وستتين قالوا بعد خمسين سنة إفريقيا كلها تتحول إلى النصرانية ونحن في عام 2011 مرة خمسين سنة في عام واحد ستين كانت غانا عدد المسلمين فيها عشرة بالمئة الآن غانا العدد يقترب من خمسين بالمئة بفضل الله عز وجل الله أكبر الإسلام ينتشر والإسلام يزيد ولا أريد أن أطيل لأترك المجال لمشايخنا الضيوف نسأل الله عز وجل أن يبارك جهودهم وأن يشد من أزرهم وأن يوفقنا ووفقهم إلى أن يستعمل الله في طاعته وإلى نصرة دينه نسأل الله تبارك وتعالى أن يطيب مقامهم وأن يطيب خطاهم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيها الأحبة الكرام المسلمون وإن تباعدت أوطانهم وتفرقت أبدانهم إلا أنهم أمة واحدة ربهم واحد وكتابهم واحد ورسولهم صلى الله عليه وسلم واحد قبلتهم واحدة وشعائرهم التعبدي واحدة وشريعتهم التي يحتكمون إليها واحدة ونحن في الأسكندرية في حي العامرية معنا ضيف من كينيا العالم الفاضل الشيخ محمود الشبلي الشيخ محمود الشبلي خريج الجامعة الإسلامية كلية الحديث الشريف وهو عض مجلس الأمناء جامعة المستقبل جاءنا يكلمنا في هذه الكلمة التي هي بعنوان أعداد المسلمين في كينيا والوضع السياسي بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه اللهم لك الحمد حتى تغضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم رب جبرايل وميكايل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ثم أما بعد إخواني الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا في هذا المقام المبارك اجتماعاً على الخير والبر والتقى والهدى وأشكر مشايخنا ومن قدمنا عليهم ممن أحسنوا استضافتنا ورحبوا بنا ومن من بعضهم زارونا في بلادنا واتطلعوا على دعوتنا أشكرهم جميعاً وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان الحسنة ثم لا يخفى شكرنا لما تبدله الدعوة السلفية من جهود يعني بذلك الدعوة السلفية في مصر عموماً وفي هذه الجهة في الإسكندرية خصوصاً ما تبدله على المستويات المختلفة وكم كانت آلامنا كثيرة وأحزاننا طويلة على ما كان المسلمون في مصر على العموم والدعاة إلى الله فيها على الخصوص ما كانوا يعانونه من عقود طويلة من تشريد وتعذيب وسجن وتقتل ابتداء ربما من ستين من ستينات القرن الماضي لكن لكل شيء أجل ولله جل وعلا حكمة في البلية والخير كما قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة نسأل الله الشهادة لمن ذهب في ذلك الزمن والتعذيب ونسأل الله التوفيق والسلامة لمن رزق العافية كما نسأل الله جل وعلا أن يتمم الأعمال والجهود ويكللها بالنجاح إخواني الأعزاء إخوانكم من كينيا كينيا تقع في شرق أفريقيا تحدها الصومال من شمال شرقها ومن جهة الشمال تحدها الحبشة أو قل أثيوبيا وإذا اتجهت إلى الغرب فتحدها يوغاندا وبعض أجزاء السودان سابقا وجدون جنوب السودان حديثا تحدها جهة الجنوب وجنوب الشرق وبعض جنوب الشرق دولة تنزانيا كينيا هذا موقعها الجغرافي وصل الإسلام على أصحر رواياته لكينيا عام سبعة وأربعين للهجرة النبوية بعد سقوط العراق والحجاز في يد الحفي في يد بني مروان كانت هناك الهجرة الأولى العربية من بني الحارث فانقسمت إلى قسمين بعضهم نزلوا في منطقة تقترب من الساحل من المدينة الثانية في البلاد منباسة يسمى دياني بيتش أما القسم الثاني فقد استقروا في العاصمة الصومالية في الحلج الذي يسمى شنغاني كان ذاك سنة أربع وسبعين للهجرة النبوية ومنذ ذلك الزمن قامت في تلك المنطقة أعني بذلك كينيا ممالك إسلامية في الساحل وفي الوسط والغرب لم تكن كينيا تعرف النصرانية التي هي الأغلبية الآن قبل ما يقرب من مائة وخمسين سنة في حدود ألف وثمانمائة وبدعة وأربعين وصل القص الأول إلى السواحل الكينية وبعد الاحتلال الأوروبية واقتصام البلاد وقعت أكثر البلد أكثر المناطق تحت التنصير القصر كانت المناطق الساحلية عندها تحت العمانيين كينيا دولة تتكون من شعوب مختلفة منحدرة من أصول متعددة منهم الأصول الصومالية بما يقارب أربعة ملايين تقريباً ومنهم أصول عربية من العمانيين والحضارمة ومنهم المولدون من اختلاط القبائل العربية الحضارمة والعمانيين مع الأفارقة ومنهم قبائل أفريقية بعضها من جنوب السودان من حدر من جنوب السودان وبعضها منحدر من وسط أفريقيا من جمهورية كونغو حديثاً والتي كانت تسمى الزئير قديماً هذه القبائل عندها أكثر من عشر لغة محلية لكن اللغات العامة في البلد اللغة السواحلية كلغة تخاطب وحديث وشوارع واللغة الإنجليزية كلغة تعليم ودواوين ورسميات نسبة المسلمين فيها حسبت احصاءات الرسمية المعلنة 20% تقريباً وحسب الحقيقة العدد الحقيقي ما بين 35 إلى 40% المسلمون في كينيا في الأصل هم سنة على المصطلح العام بمعنى ليسوا شيعة إلا أقليات وسيطة كانت تعرف بشيعة الإسماعيلية من طوايف الأقاخان والبهرة لكن في السنوات الأخيرة من ظهور الثورة البائسة في إيران بدأ المذهب الاثنى عشر أو شيء تسميه بالجعفر يتغلغل في البلاد بحكم أن هذه الدولة أصبحت دولة دينية دعوية وسفاراتها عبارة عن مؤسسات دعوية تنشر الرفضة وتنشر التشيع المسلمون في كينيا قوة في القضايا العامة صوتهم واحد في القضايا العامة السياسية صوتهم واحد ولذلك فالهم قوة في التأثير على المجل السياسي للبلاد والانتخابات وتغيير الدساتير والمسلمون أيضا يعدون من الطبقة الوسطى في المستوى الاقتصادي أو النمو الاقتصادي في البلد لهم تأثير في السياسة والسلطة في الوقت الحالي وفي الحكومة الحالية لهم تقريبا تسع وزراء ورئاسة البرلمان وكيل بوكالة البرلمان والبرلمان عنده تسع لجان سبعة منها يترأسها المسلمون يا ابناء المسلمين فرهم دور في السياسة واتخاذ القرار وتسير البلاد هذا ما يتعلق بتعداد المسلمين ووضعهم في البلاد وعلى وجه الخصوص فأغلب المسلمين من أتباع الدعوة السلفية والمشاكل إن شاء الله سيتحدثون عن تاريخ الدعوة وما يتعلق بها الوضع السياسي الكيني الكيني أخذت استقلالها عام ثلاثة وستين من القرن الماضي الف وتسعمائة وثلاثة وستين من الاحتلال البريطاني تعاقب عليها منذ ذلك الزمن ثلاثة من الرؤساء الذي تولى في المرة الأولى حتى مات ثم الذي تولى في أواخر السبعينات إلى سنة ألفين واثنين كانت البلاد تحت حكم الحزب الواحد إلى سنة أثنين وتسعين عندها فتحت الأحزاب فبقي الحكم في يد الرئيس السابق لفترتين وفترة الولاية الواحدة في كينيا خمس سنوات يتم الانتخاب فيها بعدها ثم سنة ألفين واثنين فاز المرشح المعارض فاستولى على السلطة ثم اغتصبها في أواخر سنة ألفين وسبعة والانتخابات القادمة هي في أواخر هذه السنة أو إلى شهر مارس القادمة ويرت البلاد مرة واحدة دستورها من بعد الاحتلال استقلال استقلت على دستور الوساية البريطانية ثم تم تغيير الدستور سنة ألفين وعشرة بتأييد المسلمين ومعارضة النصارى تم تمريره وإجازته الوضع السياسي الكيني هو ما يسمى الوضع الديمقراطي الأغلبية نصرانية الديانة الثانية هي الإسلام بقية الديانات الوثانية الموجودة في البلد كينيا الوضع السياسي يعتبر مستقرا والحريات الديمقراطية متاحة للجميع طبعا الحرب الخفية أو ما يسمى بالحرب الباردة ضد الإسلام والهياة الإسلامية لا يزال قائما لكن ليس هناك شيء معلن الحريات متاحة للناس بمعنى إلى حد أنني ما رأيت مررت على البلدان إلى أستراليا وإنزيلندا وتجولت على بلدان أوروبا والعالم العربي في مقياس الحريات ما رأيت نظيرا لكينيا لم رأى نظيرا لكينيا فتح المدارس خلاو التحفيظ تفتح المساجدة بدون ترخيص ما تحتاج لترخيص من الحكومة عقد المؤتمرات فيه كثير من الحالات إقامة محاضرات أو مناظرات على الشوارع العامة لا تحتاج إلى ترخيص إلا إذا كانت هناك مشاكل أو كان الوضع في بعض الأحيان لا يسمح على العموم حرية التدين متاحة للمسلمين في الجملة والمسلمون وغيرهم منخرطون في أحزاب مشتركة الحزاب الدينية ممنوعة لا تسمح الأحزاب الدينية كما لا تسمح الجامعات الدينية التي تصرح بأنها جامعة دينية لكن يسمح افتتاح الجامعات لمؤسسات دينية ألا أن تكون الجامعة عامة وإن كانت تابعة لمؤسسات دينية إسلامية أو نصرانية أو غيرها الوضع السياسي إلى حد ما مستقل التنافس على الكراسي انفتاح على الأحزاب تنهار أحزاب وتنشأ أحزاب ما من انتخابات إلا وأحزاب جديدة تشارك وأخرى قديمة تنهار وتنتهي هذا هو الوضع السياسي لكينيا والمسلمون لا يشعرون بالاضطهاد العلني أو بالاضطهاد الملموس إلا من كان عارفا من أهل العلم والثقافة من من يلمس الاضطهاد الخفي وهو ما نسميه حيانا بالحرب الباردة على الإسلام والدعوة الإسلامية هذا ما يمكن أن يقال باختصار أسأل الله جل وعلا أن يفرج الكروب ويجمعنا وإياكم على البر والتقى والهدى إنه ولي ذلك والقادر عليه جزاكم الله خير أيها الأحبات الكرام المسلمون أمة واحدة المسلمون أمة واحدة لا زلنا ندور حول هذا المعنى والكلمة الآن مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عثمان خريج الجامعة الإسلامية بكلية الحديث وماجستير من جامعة برمنجهام من بريطانيا ودكتوراء من جامعة باكست من بريطانيا وهو رئيس جامعة راف الكلمة بعنوان تواصل المسلمين في كينيا مع إخوانهم في العالم العربي والإسلامي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة الإيمان أحمد الله عز وجل على آلائه ونعمه وما بكم من نعمة فمن الله أشكره على ما أزدى وأنعم علينا أجلها وأكبرها نعمة الإسلام والإيمان نعمة كبيرة ثم بعد شكر الله عز وجل أشكر الإخوة في الدعوة السلفية من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله أشكرهم على ما تفضلوا به من ضيافة كريمة وزيارة إلى هذه الديار حتى نلتقي بهذه الوجوه النيرة الطيبة نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في جناته جنات النعيم أيها الإخوة قبل أن أدخل التواصل العبادات المتعدية في الأصل بمجموعها في الإسلام أفضل من العبادات القاسرة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم نوه هذا النوع من العبادات قائلا خير الناس أنفعهم للناس خير الناس أنفعهم للناس من إغاثة المنهوف وإعانة المحتاج وكفالة الأيتام وما إلى ذلك من التواصل والرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة حث الأمة على التواصل أيها الإخوة إن الإسلام دين تواصل الإسلام دين ينفع الغير العبادات المتعدية لماذا الله عز وجل أرسل الرسل محمد بن عبد الله أهل سبب تأهيله لحمل الرسالة إنما كان كما ذكر ذلك خديجة رضي الله تعالى عنها قائلة والله ما يخزيك الله أبدا لماذا؟ لأنك تصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتغري الضيفة تصدق الحديث هذه كلها عبادات متعدية يتعدى نفعها للغير موسى عليه السلام لما رأى بنتي شعيب أزاح الحجر عن البير فسقى لهما ثم تولى إلى الذل يوسف عليه السلام لما أصاب القحط في بني إسرائيل قال تزرعون سبع سنين دابا خطط لإخراج بني إسرائيل من الجفاف والقحط هذه عبادات كلها عبادات يتعدى نفعها وخيرها للغير نعم نعم وكانوا قبطيين لم يكونوا من أهل الإسلام ومع ذلك هذا هو الإسلام الإسلام دين التواصل دين النفع خيركم أنفعكم للناس خير الناس أنفعهم للناس قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات أبو هرير عبد الرحمن بن صخر الدوسي الذي نحفظ اسمه ونعرفه كان من أفقر الناس ولكن خيره وعلمه تعدى للغير فصار مشهورا فيما بيننا فهذا هو الإسلام أيها الإخوة الإسلام دين التواصل والحمد لله نحن في كينيا في الدعوة السلفية لنا تواصل مع إخواننا لا نتعصب ولا نتحذب لنا تواصل مع مصر مصر بلد الإسلام الأزهر الشريف كان وأذكر وأنا صغير وأنا صغير كنت أذكر كنا نرى علماء الأزهر بزي القبة الحمراء والجبة كنا نراهم وهم يمشون ويعلمون وكان الأزهر يبعث البعوث إلى إفريقيا فتواصلنا معهم جاء إخواننا من الصومال من كينيا من إفريقيا ودرسوا في الأزهر ودرسوا في معاهد أخرى في السودان ثم جاء الفتح في إنشاء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وعلى رأسها شيخ أحببناه وتعلمنا على يده شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الله يرحمه وكان عالما ورعا كان إنسانا له تواصل والله يا إخوة بعد وفاتي ذهبت إلى منطق اسمها مرتي داخل إفريقيا داخل كينيا فوجدت جماعة قالوا الشيخ كان يتعاهد علينا ويبعث لنا بعض الأموال شهريا عبد العزيز بن باز بن باز رجل كفيف ما من قرية في إفريقيا إلا وهو يبعث بعث البعوث وأرسل الدعاة إلى الله عز وجل فتواصلنا معهم وتواصلنا مع السودان السودان حاليا أكثر من ثلاثة آلاف طالب في جامعات السودان كذلك في جامعات مصر إخواننا في الدعوة السلفية خرجوا لإغاثة إخوانهم في الذين أصابهم الجفاف والقحب من الصوماليين الذين نزحوا إلى كينيا إخواننا شيخ سعيد والإخوة وصلوا من الدعوة السلفية جاءوا وهم يحملون ما تبرعتم به ما جادت بها أنفسكم من خير أخذوها ووزعوها في مخيمات اللاجئين في داداب وحقرديري وإيفو وهذا الخير الذي جاء منكم من العامرية ومن الإسكندرية ومن القاهرة وصل والحمد لله هذه الإغاثة لأول مرة في تاريخ الإغاثات لأول مرة في تاريخ الإغاثات الإغاثة الإسلامية الإغاثة الإسلامية الإغاثة العربية سبقت الإغاثات الأوروبية والأممية لأول مرة في التاريخ والمسلم شعروا بذلك وهذا يحفظ لهم الدين يحفظ لهم الكرامة المؤمنون أمة أمة واحدة فأيها الإخوة لا أرد أن أطيل عليكم وأقول لكم أقول لكم من صميم قلبي أن الإسلام قادم وأن الإسلام سيأخذ إفريقية بإذن الله تعالى باب يوحنى هذا الجون الذي هلك البولندي الثاني عام 1980 ميلادي وسمعت له وهي مسجلة وهو يبعث البعوث إلى إفريقيا سوداء قال لهم بعد عشرين سنة أي عام ألفين أريد أن تكون إفريقيا إفريقيا نصرانية كاثوليكية يبعث البعوث بعد عشرين سنة أريد إفريقيا تكون نصرانية كاثوليكية اليوم بعد ثنين وثلاثين سنة من هذه المقولة أكثر من سبعين في المائة من إفريقيا اليوم ينتصبون إلى الدين الإسلام وما يبقى من ثلاثين في المائة لو اجتهدنا أمامكم خيارين الخيار الأول أنتم كذلك من إفريقيا مصر في إفريقيا إما أن كل واحد منكم يتزوج أربع زيجات وينجب خمسين ولد وبنت وبهذا أن نكون أغلبية أو ندعو إلى الله عز وجل أنتم يختاروا ومنكم أن تجمع بين الاثنين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فعبوده جاءتك مع التطاق بعد تريدوا الأول لو نعرف كم خصائلية ما صدقت الشيخ قال يلا الزوج أربع يلا ويمشي معك ما أقل حلاوة أيها الأحبة الكرام كان المسلمون طوال ثلاثة عشر قرنا أو أكثر كانوا أمة واحدة بمعنى أن ديارهم كانت واحدة ووجهتهم كانت واحدة ومرجعيتهم كانت واحدة وقيادتهم كانت واحدة أعني بذلك الخلافة الإسلامية ثم انفرط العقد في سنة ألف وتسعمية وأربعة وعشرين حيث قام كمال أتا ترك عليه من الله ما يستحق هذا العلماني وألغى الخلافة الإسلامية وألغى التشريع الإسلامي وألغى اللغة العربية وألغى 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 لأجل الغرب وإكراما لهم وولاءا لهم ظنين جميعا أنهم بذلك سيقضون على الإسلام بقضائهم على الخلافة الإسلامية إلا أن لنا أمل كما ذكر وبشرنا بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم من هذا الأمل هذه الأمة الواحدة التي نحن بصددها في هذه الليلة الكلمة الآن بعنوان أحوال المسلمين في كينيا عامة وأحوال الدعوة السلفية في كينيا خاصة الكلمة مع صديلة الشيخ أحمد السوداني خريج الجامعة الإسلامية كلية القرآن الكريم وهو رئيس معهد الفرقان بكينيا ورئيس مركز منذيرا الإسلامي فليتفضل مشكورا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين أشهد أن سيدنا والنبينا محمد عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صلى وسلم وبارك على عبدك ورسولك ومحمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أولا أيها الإخوة أيها الأبناء نفرح ونصر باللقياكم وبرؤية وجوهكم الطيبة هذه الوجوهة الطيبة بارك الله فيها وبارك الله من كان سببا في تربيتها وإخراجها حفظ الله علماء الدعوة السلفية في هذا البلد ونفع الله بعلومهم ووجهدهم الإسلام والمسلمين نفرح حقيقة بهذه الوجوهة الطيبة ونقول لها يعملوا يعملوا وستنفعون إذا كان علماء 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 عددهم قليل بذلوا الجهد وأخرجوا هذا الجيل هذه الأعداد الهائلة المنتجرة في البلاد مع كثرة الضغوط أخرجوا هذا الجيل المبارك فكيف إذا اجتهدتم كلكم وأخلصتم النية وتوكلتم على الله وسرتم على درب مشائخكم كيف تنتجون فتحولون البلاد كلها إن شاء الله إلى مسلمين خالصين على الحق إن شاء الله إخواني وأمناءنا أحوال المسلمين في كينيا تكلم عليها فضيلة الشيخ محمود فأنا أتكلم من ناحية الدعوة السلفية في العصر الحاضر أصاب بلاد كينيا أصاب المسلمين في بلاد كينيا ما أصاب المسلمين في بقية بلدان العالم من الجهل والتخلف والتدين بالبدع والأخذ بالبدع والخرافات والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى بسبب سيطرة الكفار على البلاد المسلمين واستعمارها وأصابها ما أصاب بقية بلاد المسلمين في هذا الجانب ولكن نور الخير نور السنة ونور التوحيد لم ينطفي في تلك البلاد كان فيها بقايا من الدعوة السلفية ونور التوحيد في بعض البلاد مثل الزنجبار ومثل منباسة كان فيها شيخ يسمى الشيخ عبدالله صالح الفارسي الشيخ عبدالله الفارسي كان قاضيا وحاملا لواء التوحيد وألف ترجم القرآن الكريم إلى اللغة السواحلية هذا الرجل حقيقة نفع تلك البلاد ولكن كان لم يجد من يناصره ومن ينشر دعوته التي تستحق بها ففي الستينات أواخر الستينات جاءت بعثات من المملكة العربية السعودية دعاة تخرجوا وتدربوا في الجامعة الإسلامية نهلوا التوحيد علم الشريعة علم السنة فأرسلوا إلى كينيا وعلى رأس هؤلاء الأخوة الشيخ حسن صهيب الشيخ صهيب حسن والشيخ فتح الدين تنكل والشيخ محمد محمد هادي بعضهم استقروا قرب العاصمة نيروبي ففتحوا معهد هناك في منطقة السبا ماتشيكوس وبعضهم استقروا في نيروبي وبعضهم كذلك استقروا في بعضين في مدينة وجير فبعد ذلك تتوالى الخريجون من الجامعة الإسلامية والبعثات في هذه البلاد الشيخ محمد أول الهراري الإثيوبي الذي استقر في مدينة قارسة الذي ترك خيرا كثيرا لأبناء تلك المنطقة فكان يدرس باللغة العربية يلتزم التحدث باللغة العربية مع أن تلك البلاد ما كانوا يفهمون اللغة العربية ولكن بسبب التزامه بالمنهج السلف الذي كان يدرس باللغة العربية فحقيقة ورث الشباب والمسلمون في تلك البلاد علما غزيرا وآثارا نافعة كل من سمع اسمه اليوم يذكر له بالخير ويدعون له بالرحمة والمغفرة فهكذا بدأت الدعوة السلفية في تلك في أوائل في أواخر الستينات وفي بداية السبعينات بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وجد المسلمون فرصة غالية في تلك البلاد حيث النظام كان ينص على حرية الأديان لجميع الناس فالمسلمون من أيضا استفادوا من هذه الحرية وإن كانت وإن كانت ليس على مسرعيها مية في المية لا يقالوا هذا لأن الدولة دولة نصرانية والمقر الكاثوليك الكنيسة الكاثوليكية وغيرها ولا شك أنهم يحاربون ولو سريا حرب الباردة كما ذكرها شيخ محمود بحمد الله سبحانه وتعالى استغل المسلمون هذا النظام حرية الأديان فاتصلوا بإخوانهم المسلمين في المملكة العربية السعودية وفي الكويت وفي الإمارات وفي كثير من بلاد العالم حصلوا على الدعم السخي من تلك البلاد دول 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 الخليج خاصة بفضل الله سبحانه وتعالى تمكنوا من إنشاء مئات بل آلاف المساجد إذا لم نقول آلاف نقول مئات بل الآلاف من المساجد بنية المساجد بشكل كبير حتى استطاع المسلمون بسبب بعض المسلمين الذين أحد المسلمين الذين الذي تولى رئاسة الجيش الكيني بأكمله بسبب هذا الرجل تولى تمكنوا من بناء المساجد في مقار الجيوش فكثرة بناء المساجد وفتحة لجمعيات الخيرية التي تتولى إنشاء المساجد والمدارس ودور الإجتام إلى غير ذلك وكذلك كثرة فتح المدارس فتح المدارس الإسلامية على أيدي المبتعثين من السعودية فالآن حقيقة تتعجب لو رأيت كثرة المدارس الإسلامية التي أنشأها دعاة السلف في كينيا عشرات عشرات المدارس الثانوية خليل ابتدائية وخليل المتوسطة في كل مدينة يسكرها عدد مئة بيت أو أيا وما شابها تجد فيها مدارسة إسلامية ابتدائية فيها شاب خري تخرج من المدارس من تلك المدارس هذا هو الوضع العام فضل الله سبحانه وتعالى الدعوة السلفية وجدت متنفسا عظيما بعدما كان يسيطر على البلاد الخرافات والخزعبلات والبدع بفضل الله سبحانه وتعالى الدعوة الآن المساجد مفتوحة أمامها على مسرعية والمدارس تحت أيديها ودور الأيتام تحت أيديها فبفضل الله سبحانه وتعالى هذا هو الخير الموجود في البلاد فبفضل الله سبحانه وتعالى بعدما فتح المسلمون عشرات المعاهد الثانوية قبل ثلاثة سنوات تقريبا تمكن الدعاة ومنهم الشيخ محمد أمل أمير الرحلة والشيخ والشيخ محمود الشبلي وعدد من الدعاة من فضل الله سبحانه وتعالى تمكنوا من إنشاء جامعة إسلامية في مدينة قارسة بسم جامعة المستقبل للدعوة فقط دعوة سلفية وكذلك فتح جامعة رأف جامعة الأندلس التي تحول اسمها إلى جامعة رأف برئاسة دكتور محمد الشيخ أثمان فهذا هو وكذلك هناك جامعات إسلامية تهتم بالتعليم الإسلامي وإن لم تكن صافية مئة في المئة دعوة خالصة للدعوة السلفية فهذه هي تقريبا ما وصل إليه المسلمون فإذا خلق القنوات التي سلكها المسلمون لنشر الدعوة السلفية المساجد وبنائها وكذلك المدارس وكذلك الجامعات وكذلك دور الأيتام وكذلك إرسال الدعاة إلى المناطق القريبة والبعيدة فهذه هي الدعوة السلفية ترجو منكم دعوة خالصة لأن يثبت الله سبحانه وتعالى أصحابها وأهلها ودعاتها ويحفظها من العطبات والآفات ثم أيها الإخوة أكثر أكبر نصيب في هذه النحضة العلمية دعوة السلف قام بها دعاة من جنس الصومالي الصومال هناك جنس صومالي يسكن في كينيا المسلمون الأجناس التي تسكن في كينيا بعضها زنوج خالص وبعضهم صوماليون قبائل وبعضهم عرب وبعضهم هنود أجناس متعددة من جنس من الأجناس من القبائل التي تسكن في كينيا القبيلة الصومالية جزء كبير من أراضي الصومال تابع لكينيا ودعاة الصوماليون هم الذين كان لهم نصيب الأسد في نشر الدعوة السلفية في كينيا ف وأسلهم وكثير منهم من أسل الصومال نزحوا من الصومال واستفادت منها بلاد كينيا ف الصومال الأم تسمعون عنها كثيرا تحتاج منكم الدعاء الخالص إخوانكم المسلمون الصوماليون الذين هم الآن في قلب الصومال يحتاجون منكم الدعاء الخالص في الليل بأن ترفعوا أيديكم لأن ينصرهم الله سبحانه وتعالى ويخرجهم من العذاب الذي هم فيه ومن المشقة والتعب الذي فيه حيث غزى الكفار المسلمون في داخل الصومال من جميع هذه العالم الكفار كلهم اتفقوا في إبادة المسلمين في داخل الصومال فيحتاجون منكم الدعاء وبارك الله فيكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام المسلمون أمة واحدة هذه الأمة لها تاريخها يشهد لها القاصي والداني ملكنا هذه الدنيا القرونة مع هذه الفقرة ومع نشيد لأحد أبناء هذه الدعوة المباركة فليتفضى المشهور ملكنا هذه الدنيا القرونة وأخضعها جدود الخالدونة وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطويان ندوس له الجبينا تفيذ قلوبنا بالهدي بأسا فما نضي عن الظلم الجفونا فما نغضي عن الظلم الجفونا بنينا حبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحونا شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى للإسلام دينا وما عرفوا سوى للإسلام دينا دعت عهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا إذا شهدوا الوغوى من الإشفاق إلا ساجدين من الإشفاق إلا ساجدين كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا وعلمه الكرامة كيف تبنا فيأبى أن يقيد أو يهونا فيأبى أن يقيد أو يهونا وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرا في الرب قومه وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون أيها الأحبة الكرام إن الله عز وجل ارتضى لنا الإسلام دينا قال الله تعالى في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الرابطة التي تربط بين الأمة الإسلامية هي دين الله عز وجل إلا أن هذه الرابطة لها تبعات تحتاج إلى التعاوم والتعاطف والنصرة وغيرها من هذه الأمور هذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لنا يواجه تحديات تحديات في سائر البلاد والعباد تحديات في العالم كله الكلمة الآن بعنوان التحديات التي تواجئ العالم الإسلامي مع فضيلة الشيخ محمد عبد أمل فضيلة الشيخ محمد عبد أمل خريج الجامعة الإسلامية كلية الحديث الشريف وهو عضو مجلس الأمناء جامعة المستقبل فليتفضل مشكوره بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على رمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد الله تبارك وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا الذي أنعم علينا من النعم ما لا يحصى ومن علينا من المنن ما لا يعد وإن تعد نعمة الله لا تحصوها ولا شك أن أعظم هذه نعم وأجلها على الإطلاق نعمة الإيمان والإسلام يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب فأعطى الإسلام والإيمان من إصطفاهم من أحبهم من رضي عنهم من عباده أما الدنيا الدنية فأعطى الكافر والملحد والمنافق كما أعطى المؤمن الموحد المخلص فتنة وامتحانا وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محضورا أشكر مشائخ الدعوة الذين هم قاموا بما قاموا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم في مستهل هذه الكلمة بمناسبة العنوان المسلمون أمة واحدة استهلوا بالحديث أو بذكر الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لمن في الرأس وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني عليه ورحمة الله وهو يدل دلال واضحة كما دل عليه الحديث الذي أخرجه الشيخان مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم الحديث يدل على أن المؤمن من كمال إيمانه أن يتألم لآلام إخوانه وأن يفرح طبعا لفرح إخوانه وأن يقوم بالواجب تجاه إخوانه وجزاكم الله خيرا وجزا الله خيرا جميع من قدم ونفع إخوانه بنشر كلمة علم بتقديم لقمة عيش بتقديم إغاثة مصاعدة طبية غيرها نسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا تحت راية لا إله إلا الله أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى أعلى الجنان بالنسبة لموضوع العقبات لا شك أن الله تبارك وتعالى من سننه في الكون أن يجعل للدعوة عقبات وتحديات هذه من سنن الله في الكون دعوة الأنبياء والرسل كان تواجه تحديات كان تواجه عقبات وتلك سنة الله وفيها من المصلحة ما جعل الله تبارك وتعالى يعني يقدر أو يجعل هذه التحديات أمام دعوة الحق تأتي في إطار سنة الإختبار والابتلاء سنة الإختبار والابتلاء وفيها فوائد جمة من هذه الفوائد أن الدعوة إذا كان أمامها تحديات وتواجه عقبات يتقوى عودها وتستكمل مناعتها وتحاول التغلب على هذه العقبات وتجاوز تتجاوز هذه العقبات بينما إذا لم يكن أمام الدعوة عقبات والتحديات تسترخي بل من الممكن أن تتآكل فيما بينه فمن سنة الله تبارك وتعالى أن يجعل للحق من يعاديه من يحاربه من يقف أمامه لما في ذلك من المصلحة العظيمة من الحكمة من الحكمة البالغة من حكم الله تبارك وتعالى وأسراره وفيها أيضا تمحيص وفيها تمييز وفيها حكم لا تحصل دعوة 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 الإسلامية أو دعوة السلفية في كينيا أو في فريقيا أو في أي مكان تواجه تحديات في كينيا بالذات التحديات الموجودة والعقبات الموجودة التي تواجهها الدعوة كثيرة منها الكنيسة الكنيسة التي تلقى دعما مباشرا من الغرب من أمريكا من أوروبا من غيرها فتستعمل هذا الدعم وهذا المال وتستغل لتنصير المسلمين الذين هم بحاجة إلى لقمة عيش الذين هم بحاجة إلى علاج الذين هم في وضع سيء يعني وضع في وضع معيشي سيء فالكنيسة تستغل هذا الوضع تقدم لهم لقمة العيش وأيضا كلمة الكفر في طبق واحد فالكنيسة تمثل أكبر عقبة من العقبات التي تواجه الدعوة الصحية وتستغل أيضا أو تستفيد من التسهيلات الحكومية الحكومة المتنفذة أو السلطة يعني في الغالي بأيدي النصارى حكومة علمانية فعلا لكن الرئيس ومعظم الوزراء هم نصارى ولهذا تجد الكنيسة تسهيلات من الحكومة أيضا من العقبات والتحديات الفرق والأفكار الهدامة بعضها ينتمي إلى الإسلام منها فرق الشيعة يعني لهم وجود في كينيا وإن كان ضعيفا يعني بعض الفرق الشيعية مثل مثلا يعني الإسماعيلية يعني أغاخانية والدروز يعني موجود لهم وجود في كينيا وأيضا الرافضة الاثنى عشرية تبع إيران لهم وجود أيضا في كينيا خاصة في المناطق الساحلية ولهم دعوة دعوة يعني مدعومة من قبل السفارة الإيرانية في نيروبي وللأسف السفارة الإيرانية في نيروبي هي كما ذكر الشيخ بمثابة أو بمنزلة مؤسسة دعوية مؤسسة دعوية بينما السفارات التي تمثل بلاد أهل السنة يعني كأنهم في معزل عن دعوة السنة بل وللأسف كثير منهم يعادي يعادي دعوة السنة ودعاة السنة ولهذا ينتشر الفكر الشيعي لأنه فكر تدعمه دولة بمؤسساتها والسفارة بمؤسساتها هي مؤسسة دعوية بينما السفير الذي ينتمي إلى بلادنا بلاد السنة يعني ليس له علاقة بالدعوة يعني لأنه يمثل سياسة دولته وحكومته ولهذا التشيع والمذب الرافض يعني ينتشر في أفريقيا لكن الحمد لله ليس بحد أو بمستوى امتشار الدعوة الصحيحة دعوة السنة لكن لهم وجود أيضا من الأفكار أيضا الموجودة له وجود في كينيا أو في أفريقيا القاديانية الأحمدية ما أدري إذا كنتم تفهمون القاديانية يعني الفرقة الكافرة الملحدة التي تقول بأن هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم والتي اتفق علماء السنة بأجمعهم أنها فرقة كافرة ملحدة لأن لأنهم يؤمنون بنبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لهم وجود ولهم مساجد أيضا ولهم أتباع لكن ليسوا بهذا المستوى لكن يعني من العقبات والتحديات والمشاكل الموجودة في المجتمع أيضا موجودة الفكرة فكرة التكفير والهجرة من العقبات يعني غالبا ما يعني تضلل أو تقوم بتحريف النشر والأحداث والشباب الذين لم يفهموا الإسلام الصحيح بعد يأخذونهم ثم يحرفونهم بهذه الأفكار التكفيرية يعني التكفير والهجرة يعني فئة يعني مصطفى 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 الشكر التي نشأت من عندكم الله تبارك وتعالى عفاكم منها فهي موجودة في كثير من بلدان إفريق لكنها مرة أحيانا يرتفع شأنها وأحيانا يخمض نارها هكذا يعني طالع نازل عندما يقوم العلماء بالرد عليهم وتقوم عليهم يعني طلبة العلم ضدهم عند ذلك تختفي لكن عندما يجدون فرصة هي جرثومة تنتشر في أوساط الشباب أيضا من العقبات الموجودة أكرمكم الله طرق الصوفية لها وجود وإن كانت قد ضعفت في السابق وقبل بداية هذه الدعوة دعوة السنة والدعوة السلفية كانت يعني السوفية وطرقها كانت هي المهيمنة على إفريقيا خاصة على كينيا وهي التي كانت تمثل الإسلام بشركياتها بخرافاتها بانحرافاتها ببدعها لكن بعدما بدأت الدعوة الحمد لله يعني شأنهم تناقص لكن لا زال لهم وجود خاصة الغرب الآن أوروبا وأمريكا تنفخ في السوفية يعني ما أدري إذا كنتم سمعتم أنهم كونوا لهم منظمة عالمية صوفية هذه المنظمة العالمية هي التي ينتمي إليها جميع طرق الصوفية في العالم بل مدعومين من قبل السفرات الأوروبية والأمريكية في نيروبي تبنى لهم المراكز تعطى لهم الأموال ومؤيدين من قبل الكفار مباشرة يعني عالنا بدون خفاء لأنهم يقولون الكفار في تفكيرهم أن الصوفية هي يعني فكرة مسالمة للكفار على قل التقدير يقولون لا تعارض مصالحنا وأفكارنا ولا تعادينا ويريدون يستبدلوهم بالدعوة الصحيحة فينفقون فيهم فلهم وجود لكن الحمد لله تغلبت عليهم الدعوة ويعني الحمد لله الدعوة تغلقلت في جميع شرائح المجتمع في جميع القطاعات حتى الوزراء دعوة الصحيحة حتى الوزراء وأعضاء البرلمان وكبار التجار الحمد لله هم محسوبون على دعوة السنة هم محسوبون على دعوة السنة هم بعضهم من أبناء الدعوة والبعض الآخر يعني ينتمي إليها ينتمي إليها الحمد لله فهذه من ثمار الدعوة وهذه هي التحديات الموجودة ضعف الإمكانات المادية أيضا موجودة الحمد لله لكن مع ذلك كله الإسلام ينتشر ودعوة السنة تنتشر والكفار يدخلون في دين الله أفواجا في كينيا أحيانا تجد تجد قرية بكاملها بما في ذلك عميد القرية يدخلون في الإسلام قرية بكامله حدث ما أدري قبل سنة سنتين أن في غرب البلاد حدث قرية بأكملها دخلت في الإسلام فذهب العلماء وبنوا له ما شاء الله يعني مساجد ومدارس ويعني بعثنا لهم يعني دعاة الحمد لله يعني يعني الشيء الظاهر الذي تجده عندما تذهب إلى إفريقيا الشيخ الآن كان يتحدث عن يعني مجرد زيارة دخل في الإسلام آلاف نحن نقول في كل الشهر في كينيا الذين يدخلون في الإسلام من الكنيسة من النصارى من العوام الوثنيين الذين لدينا لهم أصلا يعني أكثر من آلاف الحمد لله أكثر من آلاف وهناك الله تكبير الله تكبير الله وهناك الحمد لله جمعيات خيرية تعنى بتعليم هؤلاء يعني دورات أولية مثلا ثلاثة أشهر يكفل يدخل في الدورة يتعلم مثلا جزء من القرآن الكريم يتعلم كيف يصلي كيف يتوضى يتعلم السنة من البدعة التوحيد من الشرك في خلال ثلاثة أشهر يتخرج وهو أعلم بالإسلام ممن ولد فيه يعني تستغرب بعضهم يعني بعضهم يحفظ في خلال ثلاثة أشهر يعني ثلاثة أجزاء من القرآن الحمد لله فالإسلام ينتشر والسنة تنتشر مع كل هذه التحديات الحمد لله إلى أن يعني قالت الكنيسة في آخر بيان لها يعني أبدت خوف وقالت كينيا بعد عشرين سنة ستتحول إلى أغلبية مسلمة هذا من تقارير الكنيسة يعني خوفا من انتشار الإسلام لكن لا حول لهم ولا قوة الإسلام إن شاء الله تعالى قادم بإذن الله تبارك وتعالى ومنتشر في أفريقيا قبل شهر تقريبا أنا والشيخ محمود شبل كنا في جنوب أفريقيا في المشاركة في ملتقى دعوي في مؤتمر دعوي وقيمة في جنوب أفريقيا نفس الشيء نفس الشيء في جنوب أفريقيا السنة دعوة السلفية توعيد ينتشر صورة غريبة جدا فالحمد لله على الإسلام والحمد لله على الإيمان وإن شاء الله تعالى يعني نضاعف الجهود في دعم هذه الدعوة المباركة إن شاء الله تعالى لنحول أفريقيا السمراء إن شاء الله تعالى إلى قارة مسلمة مئة في المئة بإذن الله التوارك وتعالى أجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبات الكرام لازلنا حول أمة واحدة ومع كلمة تعقيب ووضوح بيان مع فضيلة الشيخ أحمد السوداني يعود مرة ثانية في كلمة تعقيب وبيان عفوا تكملة وليست متابعة أو تعقيب على كلمة أخرى مما نجح به دعاة السلف في كينيا أنهم أنشأوا خلاوي لتحفيظ القرآن الكريم ما أدري ماذا تسمونه دور تحفيظ القرآن الكريم بالتجويد فلم يكن هناك قبل أن في في التسعينات بداية التسعينات لم يكن هناك من يجود ومن يعرف علم التجويد أو قراءة تجويد قراءة القرآن بالتجويد ولكن فضل الله يسفهانه وتعالى في العقدين الماضيين انتشر خلاوي التحفيظ القرآن الكريم فالآن تجد الناس يتسابقون في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى سواء في العاصمة أو في المدن الأخرى أو في الأرياخ من الأمور التي نجح المسلمون فيها هو هذا البرنامج برنامج تحفيظ القرآن الكريم ونرجو أن نستفيد أن تستفيد كينيا وغيرها من البلاد الإسلامية النمط أو النظام الذي رأيناه وزرناه اليوم كيف يعلم الطفل الطفل وهو دون الخامسة من عمره يتعلم القراءة والكتابة ويقرأ كتاب الله عز وجل التي ابتكرها علماؤكم واليوم شاهدنا في قرية فلسطين في قرية فلسطين ما شاهدنا شيء أن أعجبنا بها أطفال في الرابع من أعمارهم يقرؤون القرآن ويقرؤون بقراءة صحيحة والكتابة شيء أعجبنا به إن شاء الله تعالى هذا الخير سيصل إلينا أن نستفيد إن شاء الله تعالى أكثر وأكثر وأخيرا أقول للشباب وأذكر الشباب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه إمام مسلم عن نبيه ريرت رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف أظن الشيخ الشعب دائما يذكركم هذا الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير أنظر المؤمن القوي قوي في إيماني قوي في جسدي في جسمه قوي في ماله قوي في عقله قوي في علمه في كل شيء قوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف لكن المؤمن الضعيف تركه لا وفي كل خير ففي كل مؤمن في خير كثير كيف تكون قويا احرص على ما ينفعك هذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين احرص اشتهد وفكر وابدل الجهد على ما ينفعك في دينك ودنيا لا تضيع وقت احرص على ما ينفعك هل إذا بذلت الجهد يكفي لا واستعن بالله ولا تعجز هذه الثلاثة الكلمات عد عليها بالنواجب احرص على ما ينفعك واستعن بالله توكل على الله ولا تتكل على ذهنك على فكرك وجهتك وبذلك لا تتكل واستعن بالله ولا تعجز انت تستطيع ان تعمل محقيقة تستطيع ان تنتج وتنفع وتفيد وتنتج هذه حقيقة بماذا احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز مع هذا اذا عملت هذا واصابك الشيء ماذا لذن الحل وان اصابك الشيء فلا تقوله اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فانا لو تفته عمل الشيطان يعني على كل الشاب عليه ان يحفظ هذا الحديث حديث عجيب شرحه العلماء الماء ما شاء الله شرحا وافئ اجيبا غريبا وطيب جدا مرة لذيذ مبارك الله فيكم افوا اطلنا عليكم مبارك الله السلام عليكم ورحمة الله والان مع مسك ختامي هذا اللقاء مع كلمة شكر يتقدم بها فضيلة الشيخ المربي ابي محمد شريف الهواري عضو مجلس ادارة الدعوة السلفية بالاسكندرية فليتقدم مشكورا مأجورا زال الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن ولا في البداية باسمكم جميعا باسم الدعوة السلفية بالاسكندرية نرحب بعلماء شرق افريقيا هؤلاء الرجال الابطال الذين قطعوا الاف الاميال يتواصلوا معكم يستحقون ان ندعو الله تبارك وتعالى لهم ان يجعل هذه الخطى في موزين اعمالهم كما ندعو الله تبارك وتعالى ان يمنى علينا وعليهم بالاخلاص والقبول وان يجعلنا عاملين لنصرة دينه انه ولي ذلك والقادر عليه احبتي في الله ارى ان هذا اللقاء من المبشرات والارهصات التي تبشرنا بخير وبقرب النصر والتمكين ارى ارى من خلال هذه الكلمات ان الحواجز بدأت تتكسر وان العقبات بدأت تتساقط وان الامة بدأت تسير في طريقها لتحقق الامل المنشود امة واحدة ارى ان المبشرات تؤكد اننا نسير في الطريق لنسود ونقود بعد ان من الله تبارك وتعالى علينا وتساقط عقد الطغاة ووزيحت الحواجز بيننا وبين اخواننا ارى اننا على مقربة من تحقيق هذا الامل من تحقيق الامة الواحدة المؤهلة لتسود وتقود لاننا جميعا نتفق ان الباطل لا يستحق ان يسود ولا ان يقود وما سلط علينا الا من صنع ايدينا فهو لا يحمل مقومات السيادة ولا القيادة لا عقيدة ولا شريعة ولا قيم ولا مبادئ ولا اخلاقيات ولا سلوكيات هو في الحقيقة الامزاب للتاريخ اقرب ولكن متى حينما نحقق الامة الواحدة كما اننا امة واحدة في العقيدة وفي الشريعة ينبغي ان نحرص ان نحقق الامة الواحدة في الاحاسيس وفي المشاعر اول الغيث قطرة زيارة لا اقول يعني قصيرة ولكن في ايام معدودة لمشايخي هذه الدعوة المباركة الى شرق افريقيا اثمرت ثمرات عظيمة وههم ثنوا بهذه الزيارة المباركة واتونا متحملين المشاق والكلفة والعناء فرأينا فرأينا هذه الثمر وهذه البشريات وهذه الارهاصات التي تؤكد اننا في الطريق لتحقيق الامة الواحدة بقي علينا ان نجد وان نجتهد وان نتعاون معهم على البر والتقوى لاننا نأخذ من مشكات واحدة الدعوة السلفية ها هنا كالدعوة السلفية هنالك بل في مشارق الارض ومغاربها لانها تتناول القرآن والسنة بفهم سلف الامة الصالح اي نأخذ جميع من مشكات واحدة بقي ان نتلاحم وان نحقق البنيان المرصوص والجسد الواحد وان نتعاون ونقضي على الطبقيات والفوارق وعلى كل العقبات والحواجز التي يضعونها في طريقنا المسلمون كما قال صلى الله عليه وسلم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم نحن في الطريق لتحقيق هذا المعنى فأبشروا وهنيئا لكم لكن احذروا جيدا كلنا مستهدف ومحارب من شاطين الانس والجن والباطل لا يروق له ان نتحد وان نجتمع انتم عشتم معنا ابان الظلم والطغيان كان حتى ما شيخ الاسكندرية يأتوننا هنا يعني بالكاد في كل يعني شهر او اكثر مرة لو اتوا بعد محاولات ومحاولات الان بفضله بفضله تبارك تعالى علماء من الدعوة السلفية من شرق افريق اتونكم ومن هنا يذهبون اليهم نتناصح نتواصى هكذا يسترشل بعضنا ببعض لنتقوى لنشر هذا المنهج المبارك الذي هو الوحيد الكفيل والجدير ان يرتق بالامة الى سابق عهدها وعزها ومجدها بقي علينا ان نلبي ما سمعنا من مشايخنا الافاضل من شرق افريقيا انهم يريدون ان نمد لهم يد العون في بعض التخصصات وبعض الخبرات وبعض يعني مثلا القطاعات التي يريدون ان يستفيدوا منها نحن نقول لهم اطمئنوا نحن من ورائكم نحن سنلبي كل ما تطلبون سواء ترسلون لنا بابنائكم ليتعلموا معنا العلوم التي تحتاجونها او تأمروننا نذهب اليكم سنسوى ونطيع لكم لاننا نقول لا فوارق بيننا وبينكم لا تحل بيننا لا لغات ولا لهجات ولا تباعد أوطان ولا حواجز توضع الحمد لله مضى هذا الزمن نحن سنكون رهن الإشارة وطوع الأوامر لهم لنصرة دين الله عز وجل وأنتم أبناء أبناء العامرية جزاكم الله خيرا على هذا الحضور المشرف وندعو الله تبارك تعالى أن يجعل هذه الخطأ في موزين حسناتكم لا تنسوا هؤلاء الأفاضل الأماجد الذين تكبدوا هذه المشاق بدعوة خالصة في أعماق الليل لأنهم يريدون منكم الدعوات الخالصات فيهم في يمس الحاجة لدعو من إخوانهم كما سيدعونهم أيضا لكم وأبشركم ستتوالى مثل هذه اللقاءات هذا اللقاء ليس الأول إن شاء الله تبارك تعالى ولن يكون الأخير أيضا ستتوالى اللقاءات مع علماء إفريقيا من شرقها ومن غربها ومن كل مكان من أبناء هذه الدعوة السلفية المباركة التي كنا لو تذكرون نتكلم أننا في سبيل تحقيق الجسد الواحد وسنتحمل يعني المشاق والعناء في سبيل توصيل هذه الفكرة لكل أنحاء الدنيا وها هي الدعوة السلفية قد ضربت بأطنابها في جميع البلاد والحمد لله رب العالمين هذا من توفيق الله عز وجل فأبشر وهنيئا لكم وعليكم أن تزدادوا حرصا على الطلب وحرصا على مديد العون لإخوانكم مع الدعوات والبذل والنفقة فهؤلاء الرجال لو تذكرون لما قمنا بالدعوة للوقوف بجوار شعب الصومال الشيخ محمد عبد جزاء الله خيرا المشيخ الأفاضل هم الذين استقبلوا أبناءنا وفتحوا لهم المساجد والجمعيات وقاموا على خدمتهم وأوصلوهم إلى يعني المتضررين وقاموا بدور عظيم جدا جدا جزاهم الله خيرا فنحن نريد أن نحقق اللحمة الواحدة في الأحسيس وفي المشاعر كما نحن في العقيدة وفي الشريعة وندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم هذا المجلس وأن يجعلوا في موازين الحسنات وأن يختم لنا ولكم ولهم ولجميع المسلمين بالخير كما يدعوه سبحانه وتعالى أن يفرج الكربة عن شعب سوريا الشقيق وعن شعب الصومال الشقيق وعن شعب أفغانستان الشقيق وعن شعب فلسطين الشقيق وعن شعب العراق الشقيق وعن جميع الشعوب الإسلامية أدعو أن يفرج همومهم وأن يجمع شملهم وأن يوحد صفهم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله أزاكم الله خيرا جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك في أي شعور حضرك مع اللقاء بتاع النهاردة والله بسم الله مشاء الله لقاء يعني في أخوة بين المسلمين بعضهم إلى بعض والله ده يوم عرص إسلامي لم يحدث بالسابق والله شعور جميل يعني الإسلام يكون انتشر في أفريقيا عامة ويا رب إن شاء الله ينتشر في بلد أوروبا كلها والعالم كله إن شاء الله بإذن الله الله يعني وأنا وأصافح أخي من السومال ومن كينيا كأني أفعل شعور أول مرة أفعله في حياتي يعني أشعر بشعور يعني غريب خالص إزا كان الناس يبيت عننا وإحنا وكناش نعرف عنهم حاجة والله أنا حس إن الإسلام قادم إن شاء الله ويعني بقى لنا الإسلام حيبقى ليه صوت في الأمة وإن شاء الله والله كان شعور يعني لا لا يوصف لأن مجرسة العلماء وسماع العلماء وسماع والتعرف على أخبار المسلمين في جميع أنحاء العالم يزيد الهمة ويعليها ونحن يعني حيث خالف الأوطان وكله يعني لا فرقة بين لغة أو ألوان بين ناس المسلمين كلهم في أنحاء العالم يعني كل جسد واحد والله يا شعور طيب جدا يعني واحد حس بسعادة كبيرة أن الإسلام يعني لم يقتصر يعني في البلدان العربية وفي تحامل أفريقيا ذاتا يعني وصل إلى ربوع أفريقيا وهذا شيء يعني إنسان يحس بعزة أكثر يعني وأن الإسلام موجود في كل مكان والحمد لله يعني على هذه النعمة والله يشعر كويس نتمنى أنه يتجد ويبقى فيه تعاون بيننا وبين جماعة الدول الأفريقية ونتمنى أن يكون ما فيش حواجز ما بيننا يعني جماعة الحواجز تتشال ما بيننا الله الحمد لله بعد هذا اللقاء تبين أن الأمة ليس مقصورة يعني الدول العربية ودول المصر وتونس الشمال الأفريقية فالإسلام الحمد لله انتشر في جنوب أفريقية وسينتشر إن شاء الله في أوروبا وإمريكا والإسلام قادم بإذن الله وهذا يسر إن شاء الله وبشرة النبي صلى الله بدأت تتحقق بإذن الله والله الحسن أن الأمة الإسلامية فيه تواصل كبير جدا وأنه الموضوع كل واحد أن الأمة الإسلامية لسه فيها خير ولسه الدعوة تنتشر وفيه أمل أن تنتشر أكثر يعني يكون فيه تعاون والله يعني شعور عظيم درب هذا اللقاء يعني أروع الأمثلة في طرابة هذه الأمة وفيه توحد صفوف هذه الأمة ماما بعد توطانهم وماما بعد ديارهم نتصور حضرتك لمستقبل الإسلام هيكون إزاي وماذا تأمل لي إن شاء الله نأمل مستقبل مظاهر وهذا أكبر دليل على هذا العرس الإسلامي الذي حدث باليوم شعوب من جميع الحياة العالم تأتي إلى مصر وتأتي إلى العمرية ما كان يحدث هذا من قبل هي ليست نظرة مني أنا بل هي نظرة قد أخذناها من السنة فبشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عذ الأوقات التي كنا نكون فيها ضعفاء أن سوف الإسلام سوف يكون شامخا في كل مكان ويأتي ولكن بعد الصبر والله السبيل الوحي هو الدعوة إلى الله الدعوة الحق وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف يعني حتى نكون جسد واحد في قواعد وأصول يجب أن تصحح حتى يكون الأمة تعود كما كانت جسداً واحد الله يعني كما يعني يبين للشيخ حفظ الشيخ شريف اللي ديت إهرصات ومقدمات يعني خيادة الإسلام مشارق الأرض ومغاربة كلمة من حضرتك توجهها لإخوانك في الصومال بعد الكلام اللي سمعنانا من الشيوخ والعلماء عن الحروب والكلام اللي بيحصل في الصومال الأخوان الصوماليين وربنا يكرمنا رب إن شاء الله والله الكلمة الوحيدة أن نصى الله يفرج كرباتهم نعرف من حضرتك أي قرارات حضرتك تخذتها بعد اللقاء بتاع النهار والله واحد أكثر قرار نجم يأخذ بعد الآن أن يدعي أكثر إلى سبيل الله ويرى ناس تتحمل عبق الإسلام وهم نعتبر نحن العرب أهل الإسلام وأهل هذه الدعوة فهم نحن أولى بعمل هذه المسئولية وإن شاء الله يوفقنا إلى هداية إخوان الذين بين من أهلنا قبل حتى الخارس الله بعد اللقاء هذا واحد أخذ عزيمة وعهد الله عز وجل أنه ينصى الإسلام والمسلمين بكل طريقة يكون همه نصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان وإن شاء الله بإذن الله تعالى يعني واحد من الآن يكون عنده نظرة مستقبلية مخطط يعني نصرة الإسلام يعني العشر وعشرين سنة القدام إن شاء الله ممكن إن شاء الله الله عز وجل ينصر الإسلام والمسلمين بكل الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر